السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه والصلاة والسلام على سيد رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما غلط الفتى سبول الهدى والشمس بازغة لها أنوار قدمتم خير مقدم ووقيتم المأثم والمغرم وبؤتم بحسن المنقلب اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما اللهم اجعل كلامنا هذا بركة علينا وعلى كل السامعين والمشاهدين والعاملين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك أصلحت الصالحين فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين واجعل لنا في قلوب الصالحين ودا آمين يا رب العالمين مرحبا بكم في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره إن غام عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تصره صل عليه صلى الله عليه وسلم اللي لادي مع قصة الكبير كبير بالبلد يعني بيقولوها الكبير كبير أي وحلقة اللي لادي ما تستغربش هو ده عنوانها الكبير كبير قصة الكبير كبير خدت العنوان ده من جملة في حديث لسيد النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأدب من حديث رافع بن خديد رضي الله تعالى عنه أن عبد الله بن سهل وخميصة ابن مسعود أو خميصة ابن مسعود رضي الله أن عبد الله بن سهل وخميصة ابن مسعود أتى يا خيبر فافترقا في النخل فقتل عبد الله ابن سهل فجاء أخوه عبد الرحمن وخميصة وخويصة ابن مسعود يعني خميصة الذي كان مع من مات مع صاحبه الذي مات مع عبد الله ابن سهل جاي بقى هو واخوه اسم خميصة جاي مع أخيه خويصة ابن مسعود ومع عبد الرحمن أخو القتيل عبد الرحمن ابن سهل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخلوا على النبي أرادوا أن يتكلموا فتكلم عبد الرحمن ابن سهل وكان أصغرهم أي أصغرهم سنا فاستوقفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كبر الكبر كبر الكبر بضم الكاف كبر الكو الكبر أي ليتكلم منكم ويبدأ الكلام منكم أكبركم فتكلم خويصة ابن مسعود وقال أخيه وقالوا يا رسول الله اللي حصل إن عبد الله بن سهل كان مع خميصة ابن مسعود مشين فافترق في النخل كل واحد فيهم بدأ يدور على التاني ففوجئ بمقتل صاحبه عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف منكم خمسون فقالوا لم نرى هذا من قبل يا رسول الله قال إذن يحلف من اليهود خمسين فقالوا إنهم قوم كفار يهود كفار يا رسول الله فوداهم رسول الله من قبله يعني فأعطاهم دية القتيل من قبله القصة دي أخرج الإمام البخاري علي رحمة الله وبركاته في صحيحه في كتاب تحت عنوان كتاب الأدب وبواب تحت كتاب الأدب باب إكرام الكبير و أن يبدأ بالكلام والسؤال أن يبدأ بالكلام والسؤال أو أن يبدأ بالكلام والسؤال يعني لو حنيجي نتكلم نتكلم معك كبير نبدأ الكلام معه لو حنيجي نسأل نسأل الكبير أو لما يجي يتكلم حد فينا يبقى يتكلم الكبير أو يجي يسأل حد فينا وإحنا وإحنا مجموعة يسأل الكبير فهو الذي يتناول طرف الكلام بواب الإمام البخاري بابا بعنوان باب إكرام الكبير تحت كتاب بعنوان كتاب الأدب فكأن سيدنا الإمام البخاري علي رحمته الله وبركاته بيلخص لنا قضية هذا الحديث أو هذا المشهد قضية المتن اللي معنا ده إن هذا المتن بيتكلم عن الأدب بيركز على الأدب وعمق هذا المتن في نظر سيدنا الإمام البخاري إنه بيهتم بإكرام الكبير وإن الكبير هو اللي يبدأ بالكلام هو اللي يبدأ بالسؤال وهو اللي يتكلم فيعبر عن من وراءه ممن هم أصغر منه سنا أو أصغر منه علما أو أقل منه في المقام أو المقدار احترام الكبير فأمحط لنا هذا الحديث في كتاب الأدب باب إكرام الكبير وأن يبدأ بالكلام والسؤال أو أن يبدأ بالكلام والسؤال يا سلام على الجمال والمتعة وإحنا ماشيين كده في بنستظل في ظل كلام سيد النبي عليه الصلاة والسلام ونحاول نفهم كلام السادة الأئمة الأكابر القصة ربما ليست مشهورة مع أنها في الصحيح من حديث رافع بن خديج وغيره من حديث بن أبي حثمة أيضا إن اتنين كانوا ماشيين في نخل اليهود سكة فيها نخل اليهود في خيبر عبد الله بن سهل واحد صاحبه اسمه خميصة ابن مسعود افترق بعدين بعد شوية قالوا احنا امال صاحبي راح فين فبدأ يدور على صاحبه ده اتفاجئ إن صاحبه جسة بين النخل جن جنونه طب مين اللي قاتله ما احناش عارفين قالوا خلاص نرجع بقى لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نجيب حق هذا الرجل ويعرف لنا من الذي قتله فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم تحلفوا إن اللي قاتلوا ما هوش منكو كام واحد يحلفوا يا سيدي قال لهم خمسين واحد يحلفوا إن اللي قاتلوا مش منكو قالوا له طب يعني لم نرى هذا من قبل يا سيدي قال لهم خلاص طب اليهود نجيبهم ونحلف خمسين واحد منهم أنهم أنهم لم يقتلوا ولا يعرفون القاتل منهم فقال لهم دادوا الناس يهود يسيدي حتقول لهم حلفوا حيحلفوا يعني يقصدون يعني أن هؤلاء ذممهم خربة فوداهم وداهم رسول الله من قبله قال لهم خلاص طيب إنتوا إلي رضيكو ما دلوقتي لنتوا رضيين نحلف منكو أغلبكم ولا نحلف من اليهود لأنه قتل في نخل اليهود في خيبر حقكو دلوقتي هذا الرجل لو عرفنا من قتله فلكم في حقه القصاص أو الديا تقبلوا الديا وينطف نار هذه الفتنة ونخمدها قالوا طبعا من يدفع دي اللي من يدفع عن الدي وداهم رسول الله ليخمد نار الفتنة في ده نفسي علي الصلاة والسلام طبعا هنا في هذه القصة فوائد وعبر جميلة جدا سيد الإمام البخاري ركز فيها على إكرام الكبير وده اللي أنا لقضت منه قلت أعمل عليه بقى على القصة دي حلقة بعنوان الكبير كبير وده قصة هي تنفع في إكرام الكبارة وقد بواب لها الإمام البخاري هذا الباب عنوان باب إكرام الكبير في كتاب الأدب وأن يبدأ بالكرام والسؤال أو أن يبدأ بالكرام والسؤال لقضها سيدنا الإمام البخاري منين قال لك لما رجع خميصة ابن مسعود بعد لما صاحب أتل أخوه رحم على سيدنا النبي وأخو القتيل بقى بقى ثلاثة دخلنا على سيدنا النبي فأخو القتيل مجروح أخوه هو اللي ميت عبد الرحمن أخوه عبد الله هو الذي مات فحاسس بالحرقة فأراد أن يتكلم وأن يشرح القضية لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه كان هو الأصغر سنا لاحظ ومع أنه أخو المقتول يعني يشعر بجرحه والألم شديد عليه إلا أن رسول الله قدم عليه غيره لأنه هو الأصغر وغيره هو الأكبر الاحترام واجب مهما كانت الظروف فسيدنا النبي لمحهم التلاتة لاحظ أن عبد الرحمن اللي بدأ ياخد طرف الكلام وحيبدأ يتكلم قدام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويشرحهم ما جايل ليه وإيه الأضية وجايله في الوقت ده أو الساعة دي إزاي ليه يعني فاللي هو عبد الرحمن ابن سهل أخو القتيل لمح أنه أصغرهم قالوا يا حبيبي كبر الكبر وهذه الجملة في اللغة العربية تعني قد للكبير حقه ليالي الكلام أكبركم سنا ومقاما قالوا أنا شايف أنك أنت مش أكبرهم والأدب اللي احنا تعلمناه وبنعلمه للناس وبنربي الناس عليه إن الكبير ياخد حقه خلي الكبير فيه كنتو التلاتة يتكلم أكبركم مين أكبركم يتكلم وفعلا كان عبد الرحمن فعلا كما نظر رسول الله إليه هو أصغرهم سنا فبدأ واحد من الاتنين الإخوات خويصة وخميصة ابن مسعود يتكلم والتاني يتحدث يناوله طرف الكلام إذا ناسيا شيئا لأنه هما اللي اتنين أكبر من عبد الرحمن أخو القتيل السلام على الأدب يا ناس ده الجماعة الطيبين ده جايين في قضية قتل بيشتكل سيدنا النبي في قضية قتل بيشرحوله قضية قتل ومع اللهفة اللي دخلين بها على سيدنا النبي إلا إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يراعي الأصول الشرعية والعرفية وما يخليش الصغير هو ليكلم في حضرة الكبير في وجود الكبير وإنما استوقفه سن يا حبيبي هو أنت الكبير ولا أنا شايف الجماعة دول أكبر منك في السن كبر الكبر ليتكلم أكبركم فترك عبد الرحمن بكل بساطة الكلام لإن هو ليس الكبير مش هو أكبرهم ولا حاجة لو حد تاني في موقف هذا الرجل واخوه مأتول يقول له لا أصلا أخوه أولي مايت يا رسول الله أصلا اللي مجروح من جموه يا رسول الله لا الرجل ما قالش كده يقول للقصة إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولنا فيه أسوة حسنة قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا فإذا كنا فينا خير يبقى نتعامل زي سيدنا النبي نعمل زي سيدنا النبي نتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وانطبق بقى عملية وما نحاولش نبرر الرجل ده ما حاولش يبرر ويقول أنا الأولى بالكلام سيب نتكلم يا سيد أحسن دهنا مش هم من داخلي ده أنا متغاز إزاي يتيل أخويا كده بالطريقة دي لم يقول الرجل هذا ومش معنى أنه ما قالش كده أنه ما كانش همه أن أخوية قتل ولا حاجة بالعكس ولكنه كان يراعي الأدب فلما سيدنا نبي استوقفه ولمح أنه هو أصغرهم سنا وأنه أخذ طرف الكلام وحيبدأ يتكلم قال له كبر الكبر لو أنت أكبرهم كم من كلامك نسمع منك لكن لو مش أنت أكبرهم يبقى من حقهم إن واحد فيهم هو اللي يتكلم أكبرهم يبدأ الكلام برضو مش المعنى إن ما تتكلمش يا ابن أنت خالص مش عايزين نسمعك مش المعنى كده وإنما يبدأ الكلام أكبركم ثم تمموا له الكلام الناس يا شيئا ما هو طبيعي إن الكبير ده بيبقى مزدحم عليه الحاجات والهموم فممكن الكبير ده يغفل عن شيء يسه عن شيء ينسى شيء من اللي حيقوله يبقى من ورائه يكمل له اللي بعد منه يكمله اللي صغر منه يتمم له كلامه لكن هو اللي يبدأ الكلام هو اللي ياخد المكرافون ويبدأ يتكلم شفتوا الأدب بقى العالي يا ناس وهذا مما يلزمنا أن نتعلمه من سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن نعلمه للناس وأن نربي عليه الأجيال وأن نربي عليه أولادنا مش معنى أنك أنت آني اللي هتعرف تتكلم إن تسيب أخوك الكبير ما يتكلمش وإنت تدوس عليه وتتكلم إنت لا 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 ده هو يتكلم نقدمه ونكبره ونساعده في اللي وهو حيقوله كمان ويقول ونبقى احنا في ظهره ولما يغفل عن شيء أو ينسى شيء احنا نكمله ونتمم وراءه ونبقى احنا جايين وراء منه احنا كبر به هو هو الكبير اللي احنا بنكبره وإحنا وراء منه يا سلام على ولاد الأصول لما بيراعوا ده في بيوتهم يا ناس مش الكبير اللي معاه فلوس كتير يبه هو ده الكبير ويدوس على رقبة الكل لا طبعا وإنما الكبير اللي سبقك سبقك في الزمن اللي سبقك في الدنيا اللي سبقك لحض نبوك وحض أمك هو ده الكبير الكبير اللي طلعت رقيته هو بيطبطب عليك أو بيعلمك أو بينطأك أو بيراجعك أو بيقدبك مكان ولي الأمر أو مكان الأب هذا هو الكبير اللي لازم انت تحترمه مهما الزمن جيري جيري بيك وجيري بيه لا تنسى فضله ولا تنسى مكانك انت منه فانت كنت أصغر وهو كان كبير انت طلعت رقيته كبير يبقى لازم دايما تحترمه مهما انت كبرت هو أكبر هو أخوك الأكبر احترام الأخ الأكبر أو احترام الكبير سدنا النبي هنا بيربنا عليه مش شرط يبقى أخوك أخوك ابن أمك أبوك يعني وإنما ممكن انتو الاتنين التقيتوا في شيء ما مثلا انتو الاتنين تآخيتما في الهجرة تآخيتما في سفرة تآخيتما في طلب علم تآخيتما في دراسة مثلا يعني بس واحد فيك أكبر من التاني يبقى هنا برضو الكبير يقدم سيدنا النبي يقول كبر الكبر يعني يتكلم أكبركم ونحترم الأكبر يا ابني نحترم الأكبر لو أنت الأكبر كمل وأنا هو بستمع لك لكن لو وش أنت الأكبر لا احنا نسمع الأكبر هذا حقه ده مكانه هو يقول وبعد كده انت كمل على كلامه كم هضم حق الكبار لجرأة الصغار أو لعدم توعية الصغار أو لأن الصغار كبروا فنسوا من هم أكبر منه خلاص كبر ورجلي شاليته ففكر انه وكده خلاص بقى راجل فنسي حق الرجال اللي أكبر منه صاحبنا ما كانش حلته حاجة فسافر ومسك له قرشين ولا حاجة ففكر انه كده هو بقى كبير واتنفخ على الكبار اللي حوالي اللي هم أكبر منه أصلاح أو اللي لما شاب وكبر كانوا هم أكبر منه كانوا بياخدوا بأيدي كانوا بينطقوا كانوا بيعلموا كانوا بيوجهوا كانوا بينصحوا ما كانش هو ليه أي تلاتين لازمة خالص إلا بهم هو فيهم من الأيام فمغي قال لا ينسى فضله والكبير يظل الكبير كبير دينا بيعلمنا كده وبيأمرنا بكده والكبير يبدأ بالكلام ويبدأ بالتحية ويخص بالتحية وأيضا بالسلام والكبير يبدأ الكلام لو إحنا متجمعين في مجلس حد فينا هيتكلم هو يبدأ الكلام هنبدأ ناكل نقول له تفضل يا حج تفضل يا عمنا تفضل يا أخونا لا لما يعني لما أخويا كبير هو اللي يبدأ الأكل الأول لو إحنا إخوة من الجمعين تلاتة أربعة خمسة على ما إيده يبقى أولى أن يبدأ الطعام أكبرنا طب لو معنا الأب أو الأم يبقى إحنا كلنا الأخوة صغير صغير منا والكبير ما حدش فينا يميد ييده على الطعام إلا لما الكبير بتاعنا يبدأ يأكل لو أبونا الأب والدنا يمسك المعلقة ويبدأ يأكل كده ويسمي الله باسم الله خلاص كلنا هنأكل بقى نبدأ نأكل وراء هذا من الأدب ومرعاة حق الكبير ثم إذا بدأنا طرف الكلام نبدأ طرف الكلام من عنده الأب أو الأم أيضا لو الأب مش موجود والأم موجودة يبقى الأم هي اللي تبدأ الطعام الأول ونتعلم إحنا كده كأولاد نعود نفسنا على كده ونراجع بعضنا بعضا يعني لو واحد فينا مستعجل وجعانه عايز يأكل مثلا كده وبتاعه مستربع ومستعجل يلا يا جماعة بقى علشان ناكن نقول له استنى استنى أمي يا ابن عيبي حبيبي الحج لازم تقعد الأول هي تبدأ الأول ده اسمه كلام فيبقى إيه خدنا أجرب بعضنا نحن رجعنا بعضنا في الأصول دي أمك تقعد تاكل الأول أبوك يبدأ الطعام الأول وبعد كده أهل البيت دي أصول يا ناس دي أصول ومن الدين كبر الكبر يعني كبر الكبير سنا أو مقاما أو قدرا أو شرفا أو علما كبره هذا حقه ودي هنا هو زي ما أقول لحضراتكم القصة اللي معناه دي قضية أتل واحد داخل يطرح عناءه وآلمه في مقتل أخيه قدام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك سيدنا النبي لما لاحظوا أنه أصغرهم سنا وقفوا قال له كبر الكبر يعني لو كنت أنت الكبير تكلم لكن لو كنت أنت أصغرهم كما أظن يبقى لا سيب المجل الكبير هو اللي يبدأ الكلام الأول فهذا حقه ثم تمم له الكلام كبر الكبر فين بقى الكلام ده يا ناس النهاردة من واقعنا اللي إحنا عايشين وده الأقدم منك في الشغلانة الأقدم منك في المكتب الأقدم منك في الصنعة الأقدم منك في الحرفة اللي إنت محترفها دي ده ليه حقه خصوصا بقى لو هو أصلا كان صاحب فضل عليك فيهم اللي أهم هو اللي علمك وخد بإيدك مش النهاردة واحد ييجي النهاردة في مكتب يدخل مكتب من المكاتب على موظفين كبار هو شاب بقى كده فيعمل نفسه هو ابو العريف وهم بدأوا يعلموه مش عارف حاجة بدأوا يعلموه ويشربوه الشغلانة وبعدين بعد لما شرب من إيديهم الشغلانة خلاص بدأ أنه يتطاول عليهم ويحسسهم أنه هو جاي كده متعلم وفاهم اللي محدش فاهمه ويعرف اللي محدش عارفه ولا يرعي حق هؤلاء الكبار اللي لما كان داخل عليهم ما كانش يعارف أي حاجة كان جاهل وهم معلموه صبروا عليه وكبروا وعلموه لما كبر بقى يصغر الكبار أو ده عيب أو ده ما يصحش أو ده بقى اللي بيسموه قلة أصل ولا دي الأصول ما يعملوش كده وإنما مراعاة الأقدم سنا مراعاة الأكبر سنا مراعاة الأكبر علما مراعاة الأكبر معرفة وكبروا واحترموا ولا أزيل ما بيني وبينه من حواجز تعبر عن الاحترام يعني أنت لما أنت كنت داخل المكتب ده أول يوم يتعينت فيه كنت بتقول حضرتك وأستاذنا أو يا باش مهندس بله بعد شهر بقيت نديله واسمه الزمالة لا تقتضي هذا وتواضعه برضو لا يقتضي أنك أنت تفعل هذا وتتجرأ عليه وإنما أن تبقى على حيز الاحترام اللي بينك وبين وتراعي الأقدمية أو الأسبقية أو الحرفية في الصنعة وأن الراجل ده كنت تجايل مكتب جديد ما أنتش عارف تشتغل على الجهاز ده إزاي أو ما أنتش عارف تشتغل على البرنامج ده إزاي وهو بدأ أنه يشغلك ويعلمك ويعرفك دقائق وتفاصيل كانت غايبة عنك لما أنت بقيت بقى صناعيي وبقيت معلم ما تجيش بقى تتنطط على المعلمين عيب كبر الكبر ده اللي سيدنا نبي يعلمه لنا هنا ولما نكون بنتسئل في فن الصنعة والصناعية الكبار قاعدين المعلمين الكبار قاعدين الأساذة الكبار قاعدين أنت ما تتكلمش واسيب الأساذة الكبار يتكلمه هذا حقهم فإن سكت الكبار وأذنوا لك بالكلام فخذ طرف الكلام مش ممكن برضو يبقى تلميذ والتلميذ ده تلميذ نجيب زكي قاعد وسط أساذ زيته اتسألوا سؤال في المجلس ده وهم علماء كبار بصغار علماء الصغير ده مجتهد هل الصغير أن يتعجل بالجواب؟ الجواب لا ليس له أن يتعجل بالجواب في حضرة الكبار حضرة أساذته حضرة المعلمين الكبار وإنما يدع لهم طرف الكلام وإذا عرض عليه السؤال في حضورهم فيقول سيدنا يجاوب أستاذنا يجاوب شيخنا يجاوب وهكذا وفي أي صنعة بقى الكلام ده مش في العلم الشرعي وبس يا جماعة في الهندسة نقول شيخنا أستاذ المهندسين كلها يا سيدي أستاذ الأستاذين أهو قاعد قدامنا أستاذ الأساذ هو اللي يجاوب أنا برضو عرف أتكلم في الكلام ده قدامه لأحييه مش كده؟ وهكذا في أي صنعة طب النهاردة كلهم ما شاء الله بقوا حاجة جميلة جدا لا يتكلم الصغير فيهم إلا إذا سكت الكبير وآذن له بالكلام يعني يعلم أن هذا الصغير فتح الله تعالى له وربما يكون عنده الجواب وهو عايز يكبرك عايز يكبر الصغير ده فينطقه بالجواب فيقول له لا اتكلم يا استاذ فلان اتكلم يا دكتور فلان اتكلم يا شيخ فلان اتكلم يا يا فلان فلك حينئذ أن تتكلم لكن اللي يبدأ بالكلام هو اللي يبدأ بالسؤال هو والذي يحرك الكلام الكبير احترمنا للكبير الكبير ده ممكن يبقى رمز كبير زي شيخ أو عالم اه احترمنا للعلمة ده من الدين لنمأ كبار ويا سلام بقى لما تتأمل في واقعنا وتتفاجئ ان فيه ناس نسيوا ان الكبار دول يوم لما هم تولدوا كانوا وردوا كبار بس لما الصغار دول اللي مولدين من زمن كبروا اتكبروا على الكبار وينسيوا ان الكبار دول كانوا كبار لما هم كانوا بيحبوا همش عارفين حقهم ولا عارفين فضلهم فساعدها نرى منهم الاعاجيب ولا حول ولا قوة إلا بالله ممكن الكبير ده يبقى ولي الأمر ولي الأمر ولي أمرنا كلنا السلطان أو الحاكم هذا كبير ولو حق كبير عندنا في الإسلام وينبغي أن يراعى جدا وأن يعلم حقه وأن يعمل بهذا لأن الله تعالى ورسوله تعلمنا هذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وده برضو من احترام الكبير ممكن الكبير ده يبقى أبا وأم زي ما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت وكنا بنقول أن المفروض أنت لو داخل مجلس وفيه أبوك أو أمك وبتلقي التحية تخص أبوك وأمك بحاجة خاصة تعبر عن احترامك ليهم يعني لو تقول لكل الأعادين من الأربع خمسة الأعادين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت داخل تبدأ أبوك بالسلام وتوطي على رأس أبوك وإيد أبوك تسلم عليه وتقبل إيده حتسلم على الأعادين على أخوتك على أولاد إخوتك على حد من حبيبنا أعادين تسلم عليهم عادي تصفحهم لكن أبوك حتقبل إيده تفعل هذا حقه هذا عليك عشان ما تبقاش أنت مجافي له مش حتسلم عليه زي الغرب لا أبوك حاجة تانية أمك حاجة تانية والزوجة تفعل هذا مع زوجها يؤمن الأولاد يؤمن الأولاد كمان في البيت يعملوا كده مع أبوهم لما يلاقوا أمهم بتعمل كده مع زوجها اللي هو أبوهم وهذا لا ينقص من حق الزوجة بالعكس ده يرفع مقامها هي بيتقبل إيديه وبيقبل رأسها قدام الولاد يؤمن الولاد يقبلوا ورد رأسها ويقبلوا إيديها ويعرفوا حق أبوهم اللي أمهم بتقبل إيديه لما يدخل أبوهم هم هايعملوا إيه هايقبلوا إيديه هم كمان طول العمر ينشأوا على ذلك ويتربوا على ذلك وهذا حقه الكبير ولا ينسوه حق الكبير المدرس أو الأستاذ اللي علمك ورباك وصحف فضل عليك خصوصا إذا كان يتق الله يتق الله في الشغلانة اللي هو بيشتغلها وفي العلم اللي هو بيقوله وفي الدروس اللي بيقولها وفي تعليم اللي بيعلمه يتق الله في دين الأولاد مع تعليمهم لهم مدرسين بقى اللي هم إيه الأيمين المحترمين اللي شاربين الصنعة على أصلها المتربين على تقوى الله اللي هم إحنا نسميهم اللي هم الخلاصة العملة الندرة اللي زي دول أيضا ينبغي أن يوقروا وأن يحترموا وأن يقدروا وأن تعرف لهم منازلهم وأن لا نتجرأ عليهم لكن النهاردة بتسمعوا دايما في امتحانات السنوية مهازل بتشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي علشان مثلا إن المدرس مرضيش يغشش الطلبة تفرج بره بقى الطلبة وقفوله لدرجة إن الأمن جه تحت علشان الطلبة ما يتعرضوش للمدرس ده أو ما يتعرضوش للمدرسة والمدرسين هم خارجين يا خبر إيه ده؟ والمفاجأة بقى كمان إن مش الطلبة بس ده أنت ممكن تلاقي بعض أولياء الأمور بعض أهالي الطلبة وقفين يعترضوا المدرسين دول أو اللاجنة دي ويا خارج طب لما أولياء الأمور يعملوا كده إلا الأمهات يعملوا كده طب ما لهم حق الأولاد بقى إنهم يعملوا أكتر من كده كمان ليه؟ لإن إحنا ما ربنا همش على الأصول ما ربنا همش على احترام الكبير على احترام المربي أو المعلم وإنما ده إحنا كده ضيعناهم في التربية وأصرنا في حقهم في التربية وربناهم على الغش وحب الغش وعلى الظلم ولا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا كبر الكبير ومهما أنت كبرت ده مدرسك ممكن أنت بكرة تبقى أنت ضابط شرطة بعد ثلاث أربع سنين اتخركت من كلية فنية عسكرية ولا كلية حربية مثلا وبقيت أنت بسم الله ما شاء الله بقيت ضابط ضابط حربية ولا ضابط شرطة ما تتكبرش بقى على اللي كان بيربيك وكان بيعلمك من سنين قليلة ما تنساش فضله عليك لو لا ما كنتش أنت وصلت للي أنت فيه ده وهكذا تجري بك اللي يمو بقيت مستشار بقيت قاضي بقيت رئيس محكمة وقابلت بعد سنين اللي كان بيعلمك أو كان بيربيك ما تتكبرش عليه وإنما اعرف له حقه وهكذا بقى مهما كان أي صمع ولا أي مؤهل ولا أي شهادة ربنا عز وجل لمن عليك بيها تذكر إنك ما تولدتش من بطن أمك هكذا عالم وإنما الله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا في ناس علمتك من أول ما أنت ما بتبدأ تقول كلمة كلمة حرف حرف تبدأ تتحرك على إيدك ورجلك وتعرف تحبي وبعد كده تعرف تمشي في ناس علمتك كده وبعدين بدأت تتعلم في ناس علمتك إنك أنت تتعلم وتمشي في سكة العلم إزاي فلا تنسى فضل هؤلاء فكل هؤلاء كبار يوم أن كنت صغيرا فلما تكبر لا تنسى حق الكبير الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر أحبكم في الله أستبدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته